بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ابتداء نبارك لكم بالشهر الفضيل تقبل الله طاعات الجميع وثانيا نهنأ أبنائنا وبناتنا خرجين الثانوية العامة وبالذات الأوائل خصوصا على تخرجهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مراتبهم وأن يديم أفراحهم ونبارك لأهاليهم وأهل الكويت عموما بتخرج أبنائنا وبناتنا الأمر الثالث اللي أحببت أني أقوله في هذا المؤتمر الصحفي أنه يسيئ يسيئني ويسيئ لي كثير من أهل الكويت ما يحدث من شغاق وخلاف على المستوى الخليجي بين دول مجلس التعاون هذا الخلاف الذي ينعكس سلبا على دول وشعوب المنطقة في الوقت الذي تجتمع العالم وتحاول أن تتحالف وتتوحد وتنسى خلافاتها يطرح لدينا في دول مجلس التعاون أو ينشأ أو يستحدث أو يتفجر الخلافات بين الدول بطريقة تجعل شعوب المنطقة في حالة من القلق وعدم الارتياح ولذلك ندعو كل دول المنطقة وبالذات أعضاء مجلس التعاون الخليجي لنبذ هذه الخلافات وليقاف كافة صور التراشق والصراع القائمة الموجودة في النهاية نحن أخوة وأشقاء كدول وما نواجهه من تحديات على المستوى المحلي والأقليمي والدولي أكبر من الخلافات القائمة بين دول الخليج كما نحيي المبادرة الكويتية اللي يرعاها سمو الأمير والمؤسسة الرسمية الخارجية الكويتية بالتحرك بين دول مجلس التعاون لتخفيف حدة هذا النزاع والخلاف ولنوحد جهودنا لمواجهة التحديات والعقبات الكبرى ولنوحد جهودنا لمواجهة إيران ومشروعها التوسعي لنوحد جهودنا لمواجهة المشروع الأمريكي الجديد بإدارة الجديدة والتي تريد تغيير المنطقة ولنوحد جهودنا لعادة سوريا إلى محيطنا العربي والإسلامي وحق الشعب السوري بالعيش باستغلالية وديمقراطية وحرية نوحد جهودنا لمواجهة الأزمة اليمنية وتحقيق متطلبات الشعب اليمني نوحد جهودنا من أجل تطوير ورعاية وتنمية شعوب المنطقة ودولها أما هذه الخلافات والصراعات فهي لن تؤتى أي نتائج بالعكس راح تساهم في تمزيق المنطقة راح تساهم في أن يجعل بعض الدول تكون ولاءاتها للخارج أكثر من تكون ولاءاتها لمجلس التعاون ولشعوب المنطقة ولن يكون ذلك في صالح أمن المنطقة ولا استقرار المنطقة عموما في ظل الأوضاع التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط أو حتى دول خليج العربي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأنظمة الحاكمة والمسؤولين في كافة دول الخليج إلى التنسيق والتوحد والاجتماع ولكويت طبعا دائما سباقة في تأكيد هذا المعنى وتعزيز هذا المعنى ونأمل أن يكون لها دور أكبر مشكورا في هذا الاتجاه الأمر الثالث أنا فتحت منذ مدة وعن جد اللي هو المخالفات والتجاوزات في وزارة الأوقاف بعد ما جلسنا أشهر طويلة نحاول أن نصلح الأمور عن طريق التواصل مع المسؤول المختص أو الوزير المختص ووضع الحقيقة ضوابط ومعايير في عملية اللي هو القرارات التي تصدرها وزارة الأوقاف في التعيينات وفي الصرف المرتبات والمكافآت وفي إدارة وزارة الأوقاف ككل سواء الوزارة كوزارة أو المؤسسات التابعة لكن مع الأسف الشديد استمرت الوزارة بغيادها في ذات المخالفات وذات التجاوزات والتي سطرتها الحقيقة بشكل كبير جدا الأجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وكذلك اللي هو ديوان الخدمة المدنية المخالفات العديدة التجاوزات العديدة الكثيرة وآخرها أن بيت الزكاة لم تقرها اللجنة المختصة لجنة الميزانيات يوجودها المخالف وإن كانت أقرت داخل مجلس الأمة لكن فعلا هناك تجاوزات ومخالفات عديدة التعزق بالتعيينات الموظفين بطريقة عشوائية أحيانا بدون إعلان وأحيانا ما تمر بالآلية والطريقة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية أو قرارات وتعميمات ديوان الخدمة المدنية وسطرت ذلك في كل تقارير الأجهزة الرقابية بالأمس رفعت رسالة إلى الأخ رئيس مجلس الأمة أطلب من ديوان المحاسبة مجموعة من الخطوات والمطالب والمعلومات التي تحت يد الديوان فيما يتعلق بالمخالفات التي ترتكب من قبل قيادي وزارة الأوقاف وأنا عن عمد وقصد أن لما وجهت الرسائل الأخيرة سؤال لديوان الخدمة المدنية منذ أيام من حوالي أسبوع والآن بالأمس ديوان المحاسبة أنا قاعد أبني لمرحلة قادمة في المسائلة السياسية وأنا أقولها بكل وضوح وبكل شفافية لست مستعجلا في هذه الأيام تحديدا أن أغفز في المجهول فيما يتعلق في موضوع المخالفات الموجودة لكن قاعد أبني لأني قاعد أبني على أسس المعلومات والبيانات والتفاصيل التي سنحج فيها الوزير والحكومة فيما يتعلق فيها المخالفات التي قاعد تسير في وزارة الأوقاف لا يمكن السكوت عليها وجاءني البعض من الوزارة يقول أنه يمكن علاج الكثير من هذه المسائلات أو هذه المخالفات والتجاوزات قلت عليهم أن يقومون بعملية الإصلاح الآن عليهم أنهم يتحركون يطلعون الغرارات المناسبة أنا لا أتكلم وقلت قبل هالمرة والبعض حاول أنه يجيرها ويغيرها ويحورها ويقول والله هذا صراع بين تيارات ومجاميع أنا قلت بشكل واضح تطلع قرارات وضوابط تتعلق بجميع الكويتيين اللي يشتغلون رجالهم ونساء ولا يحدها شخص واحد فلان ولا علان ولا أريد أن يعين شخص فلان وعلان من التيار الفلاني أو المجموعة الفلانية حتى أنا أسكت عن الموضوع أنا أتكلم عن إعادة رسم السياسة التوظيفية والتعيين وصرف المكافآت واللجان والسفر وغيرها من الممارسات الخاطئة اللي سطرتها الأجهزة الرقابية إذا الوزارة جادة في الإصلاح وهي وزارة الأوقاف التي عليها ومسؤولينها عليهم وخوف من الله سبحانه وتعالى قولا يخافوا من التشريعات والقوانين ويلتزمون فيها وإذلك هذه قضية الآن بالنسبة لي قضية مهمة وأساسية وسأستمر فيها إذا استمروا في مخالفتهم للقانون سيجدون أمامهم في المرحلة القريبة القادمة خطوات أكثر في الجانب الرقابي وفي المسائلة السياسية وإحنا قاعدنا منيها بطريقة ذكية لن أدخل في المسائلة السياسية لذا كانت عندي مادة والمادة قاعدت تجمع الآن بشكل مرتب وقاعديني المعلومات بشكل مرتب وأنا أعتقد عليهم أنهم يتعاملون معها بكل جدية وبكل وضوح لأن هذه المخالفات لا يمكن السكوت عنها وسيكون مثل هذه المسائلة المستحقة موجودة حق الوزارات الأخرى في حال التجاوز والمخالفة واللي قاعد نشوفها بشكل صارخ في وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية هذا بالنسبة لثلاث نقاط اللي أحببت أني أبدأ فيهم في مؤتمرنا الصحفي اليوم طبعا اجتمعت اللجنة التشريعية والقانونية بكامل أعضاءها والله الحمد اجتماعها التاسع والعشرين في التاريخ اليوم 30 مايو 2017 اليوم خصص لمناقشة مجموعة من المخترحات بقوانين الإحالة أي أنها من اختصاص لجان أخرى لكننا بحثناها من الناحية الدستورية والقانونية وبحثنا الحقيقة مخترح مقدم من السادة محمد الدلال حميد الاسبيعي عبدوهاب البابطين أسامة الشاهين صفاء الهاشم بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية اعتماد قواعد الحوكمة بنص قانوني في المؤسسات الحكومية والهدف من هذا القانون في النهاية هو أن يكون هناك أداء لضبط الجودة وحسن الإدارة وتفعيل المسؤولية والرقابة في كل مؤسسة حكومية هذا موجود في بعض الدول العربية موجود على مستوى العالم عان الكويت أنها تلتزم هذا من شأنه في حال الالتزام أن يرقى بالمستوى الوظيفي للمؤسسات الحكومية والعاملين فيها والأداء الوظيفي ويغلل من حجم الفساد والسلبيات القائمة في الأجهزة الحكومية ويرفع مستوى الكويت في المؤشرات الدولية هذا المقترح بقانون الذي قدم تم الموافقة عليه بإجماع الحضور في اللجنة التشريعية وحيل إلى اللجنة المالية بإذن الله المقترح الآخر هو المقترح المقدم من مقترحين مقترح مقدم من العضو نائب الرئيس الأخ عيسى الكندري ومقترح آخر مقدم من الأخوة دكتور خليل أبول أحمد الفضل دكتور عودر ويعي صلاح قرشيد عمر الطبطبائي كلا المقترحين يتعلقون بالتعديل على قانون الهيئة العامة للاستثمار قانون الهيئة العامة للاستثمار مجموعة تعديلات الهدف منها هذه التعديلات هو تطوير القانون الحالي فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الهيئة المدة الزمنية لأعضاء مجلس الإختصاصات المتعلقة بالهيئة الهدف منها أن القانون قديم والهيئة تحتاج إلى نوع من التطوير والتعيين ووضع صراحيات واختصاصات أكثر لمجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار تم الموافقة من ناحية الدستورية والقانونية كان هناك ملاحظة فقط غير دستورية على جانب معين في موضوع القانون المخترح لأنه أقحم مجلس الأمة وديوان محاسبة بالموضوع فطبعا هناك شبهة المخالفة الدستورية هذا الفقط الذي أبدأنا ملاحظة عليه أما باقي المخترح كان عندنا ملاحظات على الصياقة وأحلنا أو سنحيل خلال الأيام القادمة إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية قدم مخترح البند الثالث قدم مخترح بشأن العلاج في الخارج مقدم من العضو أحمد نبيل الفضل فكرة المخترح اللي هو أنه يلقى فكرة العلاج بالخارج المخترح يلقى ويستبدل فيها الاتيان بأطباء مختصين أو فرق مختصة طبية بآلية وضوابط معينة قدمت في المخترح طبعاً اللجنة رأت عدم الموافقة على المخترح المقدم من ناحية الدستورية بالأخص فيما يتعلق بفكرة إلقاء العلاج بالخارج واتفقت مع العضو في النصوص الأخرى المقدمة في المخترح فيما يتعلق بإتيان بفرق هذا لا يمنع هذا لا يتعارض مع هذا الإتيان وأكدت على أن موضوع العلاج بالخارج يحتاج إلى ضوابط أكثر حتى لا يكون هذا القانون ردة فعل على الممارسات الخاطئة التي يتفق الجميع مع صاحب القانون ومقدم القانون هناك تصرفات خاطئة غير مقبولة في موضوع العلاج بالخارج لكن لم يتم الموافقة على هذا النص تحديداً اللجنة نظرت كذلك مجموعة من المخترحات 12 مخترح كلهم في قانون الخدمة المدنية كلهم في قانون الخدمة المدنية المخترح الأول يتعلق بتعديل أو بإضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً المرسوم رقم 15 لسنة 79 في شأن الخدمة المدنية مقدم من الأخ الفاضل الدكتور وليد الطبطبائي وفكرتها اللي هو منح الموظف الكويتي علاوة اجتماعية لها وعلاوة أولاد إذا كان الزوج لا يتقاضى العلاوة لأي سبب من الأسباب لا يتقاضى قد يكون غير كويتي قد يكون غير المهم لا يتقاضى فالزوجة تأخذ المكان خاصة أن ممكن الأولاد يكون متضررين بسبب هذا الموضوع أو تكون مطلغة أو تكون أرملة أو تكون كذا فإذا ما تأخذ الزوج ما يأخذ فتأخذ الوظفة الكويتية علاوة اجتماعية طبعا المخترح تم الموافقة عليه من قبل أعضاء اللجنة ووحيل سيحال اللجنة المختصة المخترح الثاني ضمن المخترحات يعني الاثنعش طبعا هذا المخترح معه مخترح اثنعش فنحن نتكلم كله بمخترح واحد هم 11 مخترح نصح التعبير المخترح الثاني اللي هو إضافة فقرة جديدة المادة 16 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية مقدم من العضو الفاضل عسكر لعنزي الفكرة المخترح المقدمة هو أن يكون هناك إلزام لديوان الخدمة المدنية أن يعين لكوتيين المتقدمين لديوان الخدمة في فترة لا تتجاوز سنتين يعني حط لمت مو الآن في متقدمين عدد كبير قد يوصهم فوق العشرين ألف أن اللي يتقدم نتخرج على سبيل المثال أو راح يسجل بديوان الخدمة المدنية الليمت الأعلى السقف الأعلى لازم يعين خلال سنتين ما تكون مفتوحة الحين مفتوحة ممكن خلال سنة ممكن خلال ثلاث سنوات حسب اللي حددها حدد سنتين من حيث المبدأ وإن كان يعني اللجنة وافقت ما لا يوجد أي شبهة دستورية وغيرها وقضية الموائمة متروكة تقديرها إلى اللجنة المختصة لكن وافقت من حيث المبدأ من ناحية القانونية والصياقة مخترح الثالث مقدم من العضو الفاضل دكتور وليد الطبطباي اقتراح بقانون بإضافة مادة عشر مكرر للمرسوم بقانون خمستعش فشان الخدمة المدنية المقترح هذا إضافة مادة تعلق باختصاصات اللي هو مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بوضع هياكل جديدة أو أنظمة جديدة تتعلق في المؤسسات الحكومية والوظائف فيها يجب أن تكون هذه الهياكل معلن عنها ومعروفة ومحددة مسبقا وأن لا يكون مجلس الخدمة المدنية يضع هذه الهياكل دون الإعلان عنها ومعرفة الضوابط المتعلقة في المسألة طبعا اللجنة وافقت على المقترح مع تعديل الصياقة الرابع اقتراح بقانون بتعديل بعض حكام مرسوم بقانون رغم خمستعش خدمة مدنية مقدم السادة الأفاضل خليل الصالح صفاء الهاشم صالح آشور عبدالل الرومي عمر الطبطبائي هذا المقترح اللجنة لم توافق عليه بأمانة لأنه يقترح أن يحق للوزير أن يلزم الموظف بالتقاعد الإجباري إذا ثبت لدى الوزير أن هناك أدلة دامقة على مخالفة الموظف لواجبات الوظيفية وعدم الموافقة من قبل اللجنة ترى أن القواعد القانونية القائمة في قانون خدمة مدنية تضع الآلية المناسبة في حال المخالفة يعني إنسان يصار عنده مخالفات أو تجاوز يحال للتحقيق مثلا القانون هذا المقدم لا ما فيه إشارة فقط إذا ثبت عند الوزير ممكن الوزير يقول موظف عنده مستشار عنده روح شوف لي الموضوع ويمكن هذا يقول لا فيه أدلة دامقة لكن القواعد الحالية أنه أي موظف يخالف في توجهات العمل يتجاوز على قانون خدمة المدنية يخل بواجباته يروح يحال للتحقيق وبعد التحقيق لوجود أدلة تصل إلى الوزير نعتقد أنه فيه مخالفة دستورية ويخالف القواعد العامة في ضمانات العدالة للموظف ولذلك نمنوافق على هذا المقترح ورأينا أنه مخالفة دستورية وقانونية قائمة واضح فيه مقترح مقانون مقدم من العضو الفاضل علي الدقباسي بإضافة مادة جديدة برغم 22 مكرر مرسوم خدمة المدنية وفكرة المقترح اللي هو أنه تمنح إجازة تصل إلى مدتها سنة للتفرق الأسري للتفرق الأسري ووضع أكثر من حالة أول شيء ممكن للإنسان يأخذ تفرق أسري بدون أي مبررات إذا رأيت إذا مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة ووافق على ذلك بعدين وضع حالات أخرى إنه لا كذلك إذا صار في حالة الوفاء الوفاة إن أحدهم طبعا توفت الزوجة يطلب أو العكس أو إذا صار الطلاق في الزوجة تطلب أو غيره إنه لمدة سنة ممكن تأخذ تفرق أسري طبعا مع المرتبات مع الامتيازات اللجنة أن يكون أن يكون عنده نوع من التفرق ولذلك رأيت لجنة عدم الموافقة على الجزئية المتعلقة بالخاصة بالتفرق العام بدون مبررات وأكدت على أنه سلامة ناحية دستورية القانونية إذا كان هناك مبررات للتفرق مثل الوفاة أو حالة الطلاق كذلك اللجنة وافقت على المقترح المقدم من العضو الفاضل علي الدقباسي بتعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رغم 15 سنة 79 بشأن الخدمة المدنية هذا المقترح وافقت عليه بالأغلبية طبعا اللجنة اللي هو السماح للموظفين الحكوميين بالعمل بعد مرور خمس سنوات من وظائف بالعمل في القطاع الخاص بالعمل أن يجمعوا بين القطاع العام والقطاع الخاص بضوابط واللجنة رأيت أن من ناحية الدستورية القانونية لا يوجد هناك مانع في الموضوع أما الموائمة وطريقتها وأسلوبها تركت إلى اللجنة المختصة فنحن نتكلم أن هذا مختصص اللجنة المالية سيدها إلى اللجنة المالية وهي ستبحث هذه التفاصيل من حيث الموائمة لكن أكو مخالفة دستورية لا يوجد مخالفة دستورية في مخالفة مع قوانات القائمة لا يوجد مخالفة وعدم الموافقة أن يعني الأعضاء اللي وافقوا بعض الأعضاء كان يرون عدم دستورية لأن القطاع الحكومي يستفيد الآن من القطاع عام الخاص القطاع الخاص لا يستفيد من القطاع حكومي كأنه صار فيه منافسة يرى أحد الأعضاء أن هناك مخالفة دستورية في هذا الاتجاه المخترح الثامن أو السابع صح التعبير مقدم من الأفاضل عمر الطبطبائي يوسف الفضالة عبد الهام البابطين بارك الحجرف ثامر الضفيري وبتعديل اللي هو قانون رغم 15 في شأن خدمة المدنية أن يكون هناك أولوية للكويتيين في التوظيف وفي الإعلان عن التوظيف فأي إعلان ينزل لأي وظيفة فالأولوية للكويتيين في الإعلان ما تكون مفتوح حق الآخرين فالأصل إذا تسكر عندك في موضوع التربية على سبيل المثال ولغيره الأصل هو الإعلان للكويتيين ثم تذهب إلى الجنسيات الأخرى واللجنة وافقت بإجماعها على هذا المخترح في مخترح كذلك مقدم الدكتور وليد الطبطبائي قريب في صورته من المخترح السابق بإضافة مادة جديدة برغم 15 مكرر ألف مرسوم بغانون رغم 15 سنة 79 فيما يتعلق إن إذا طلب مستشارين في الجهات الحكومية يجب أن يكون الإعلان إن المستشارين أول شيء للكويتيين والآن كله الآن تشوفون التوجه التوجه العام هو إعطاء أولوية للكويتيين في العمل يعني الأعضاء اللجنة وافقت على ذلك وعلىها التوجه اللي هو أن إلزام الإعلان أن يكون في طلب المستشارين الأولوية للكويتيين إذا لم يتقدم كويتي ممكن يروحون إلى الجنسيات الأخرى ألا تكون مفتوحة موضوع اللي هو المستشارين أن يروحون إلى المستشارين من الجنسيات الأخرى مع كل التقدير والاحترام إنما الأولوية للكويتي إذا توفرت عند الكويتيين الخبرات والشروط اللازمة لشغل وظيفة المستشار فالأصل الأولوية للكويتي واللجنة وافقت على هذا المخترح بيجمع مخترح آخر في شأن الخدمة المدنية مقدم من العضو الفاضل عبدالله فهاد العنزي المخترح طبعا فكرته هو إضافة عطل رسمية أن يضاف عشل أو آخر كعطلة رسمية وأن تكون العطل فقط في الكويت العشل أو آخر مع الأعياد الوطنية نعم مع الأعياد الوطنية وعيد الفطر وعيد الأضحى ويلقى أي أعياد أخرى أو أي إجازات وتعطيل آخر وبالتالي يعاد ترتيب العطل الرسمية واللجنة رأت عدم الموافقة على المخترح مع تأييدها أن يكون مخترح برغبة لا يتعدى أن يكون قانون ورأت اللجنة كذلك أن يكون العشل أو آخر هم عطلة تضاف على العطل القائمة كمقترحات ووحيد إلى اللجنة المختصة واضحة الصورة المطلوبة فيها الجزئية فضل السيد فرحان كل العطل المولد النبوي والإسراء والمعراج والسنة المينادية كلها تلقى ويستعاد فيها بالعشل أو آخر والعيد الأضحى وعيد الفطر والأعياد الوطنية 25-26 فاللجنة لم ترى ذلك مع تأكيدها على أن اللجنة بأغلبية أعضاءها اللي هو أن يكون العشل أو آخر يقترح زين أن تضاف على العطل القائمة واضح؟ نسح المخترح الأخير عندنا اللي هو مخترح مقدم بتعديل البنت 9 من المادة 32 مرسوم بقانون رقم 15 سنة 79 في شأن القدمة المدنية مقدم من الأفاضل السادة العضاء دكتور خليل أبو الأحمد نبي الفضل دكتور عودر رويعي صفاء الهاشم صلاح خرشيد المقترح هذا لم يتم الموافقة عليه لأن المادة المنصوص عليها متحققة في مادة قائمة وموجودة فيما يتعلق بانتهاء مدة الخدمة المتعلقة بعضاء هيئة التدريس وعدد من الوظائف الموجودة في الحكومة فلما بحثنا في الموضوع وجدنا أن النص الذي يريد الأعضاء فيما يتعلق بانتهاء مدة الخدمة 65 أو 75 سنة متحقق بنص قائم موجود في قانون الخدمة المدنية ولذلك لا يوجد مبرر لتكرار النص النص نفسه تقريبا موجود بصياقة شوية مختلفة لكن موجود النص ولذلك اللجنة لم توافق على هذا المقترح فيما يتعلق بانتهاء مدة خدمة الموظف في عدد من الوظائف من أعضاء التدريس وغيرها من الوظائف فبذلك اليوم قطعنا شوط في القوانين والله الحمد المحالة يبقى سنحيلها بإذن الله إلى اللجان المختصة في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القليلة القادمة شكرا لكم والله عزيزكم اشتركوا في القناة